فثقة الناس في المدرب على فكرة ده في المنتخب وفي الأندية في أي مكان يعني تيجي مع النتائج والبطولات والدليل إن كالوس كيروش اللي في رأيي وأنا لسه بقول لك هو في رأيي غير رأيك مش هتختلف عادي وجهة نظر إنه كان مدرب رائع وكبير جداً لمنتخب مصر وحقق النجاحات مش على مستوى البطولات ولكن نجاحات على مستوى قوام المنتخب العناصر الجديدة إنك توصل لآخر النقطة في كل المشاركات اللي بتشارك فيها فده يعتبر نجاح مش النجاح العظيم وقال لك بالبطولة بحجم البطولة أو باسم البطولة أو بالمدالية يعني الزابية اللي هتخدها في الآخر أو كاس البطولة بس عمل بصمة عمل بصمة هل ده فرق مع الناس؟ لا معظم الناس ما كانتش فاري معها ده قال لك كاروس كدوش ما نجحش مع منتخب مصر ما عملش إنجازات كبيرة مع منتخب مصر ليه؟ عشان ثقة الناس دايماً بتجي ببطولة وبأداء طبعاً أداء حلو وبطولة لو ده حصل كابتن إعاب جلال هيقدر بسرعة يكسب ثقة الجميل وأنا في صراحة ما جدبش عليكم أنا نفسي نفسي العلاقة الأولى بين الكابتن إعاب جلال والجمهيل يبقى فيها نجاح ليه؟ عشان بجد كابتن إعاب جلال لو كمل مع منتخب مصر سنوات هنشوف شكل حلو المنتخب مصر في كرة ممتعة وهنشوف إنجازات وبطولات كبيرة بس هي محتاجة عارف إنت اللي هو إيه؟ العقد اللي يحصل بينه وبين الجمهور ببطولة إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه ويكرم منتخبنا أهم حاجة يكرم منتخبنا انسوا الأشخاص انسوا الأشخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر